اشتركوا في القناة الخير حبيباتي اليوم ان شاء الله معنا فيديو جديد فيديو رائع في حلقة جديدة اليوم غادي نتكلمو على الكيفية ديال الصنع خل التفاح المنزلي كيفاش نقدو خل التفاح في المنزل وشنا هي الفوائد والوصفات اللي يمكن لنا نديرو بهد الخل ديال التفاح اذا اول شي عندي هنا عندي هنا تفاح هذا تفاح باقي اخضر وهنا كما كتشفوه هنا هذا هو خل التفاح شفتوا معي هذا هو خل التفاح هذا هو خل التفاح مركزه اصلي ديال المنزل عندنا على بركة الله على بركة الله بالنسبة لخل التفاح شنا هي الطريقة انا باش صيبته في المنزل ناخد واحد القرعة ديال الزاج نغسلها مزيان ونشفها مزيان ضروري انكم تنشفو القرعة مزيان اذا بالنسبة لسميته ديروها في الشمس ولا مسحها بواحد السيف مزيان غادي ناخدوها التفاح لكي يكون صفر انا كان فضل هذا يقدرت اخدو التفاح الحمر والله اي واحد ولكن انا كان فضلها التفاح لها كصفر شفتو معي كي يكون اكا بين صفر والخضر صافي؟ اذا انا اخدي ثلاثة ديال التفاحات اخدي ثلاثة التفاحات يكونوا طايبين طايبين مزيان بحل قربوا يخمروا ما يكونوا شخامرين غير قربوا يخمروا اذا يكونوا طايبين بزاف بحل الزبدة اذا غادي ناخدهم غادي نغسلهم مزيان ونمسيهم ضروري نشفوهم مزيان هيد شنو الشي اللي كيخلي الحاجة انها تخمر هو الهواء والماء دابا مثلا شي حاجة مثلا ما مسحتاش مزيان وكي تخليها الهواء رضيك الزع ضروري ما تخمر الحاجة الهواء هو اللي كيدير تفاعل مع الماء وكتخسر لنا الحاجة اذا غادي نمسحدو التفاحات مزيان ونشفوهم قائلة بغنا نتأكدو نطلعوهم للشمس ونخليهم ينشفو فيها اذا ما اللي نمسحدو التفاحات مزيان غادي ندرون في القرعة ندير اللولا ونتبع عليها التانية حيث هي اصلا تفاح طيد ندير بحل لكن نضغط عليها كشوية باش يتقدلي في القرعة ونزيد عليهم التفاحات الثالثة نفس الشي ونضغط شي قرعة تكون كبيرة هنا هاد القرعة متوسطة راح تطلق اسميتو حتى تطلق ليها حتى تتقدل خليها التفاحات راشعتو في هاد القرعة متوسطة اذا ما اللي تديروهم مزيان تضغطو عليهم مزيان غادي نهزو الغلاقة حتى هي تكون مسوحة مزيان ما يتخلش ليها الهواء ونسدو اسميتو نسدو على القرعة دينا اذا نتأكدو باللي القرعة ناشفة تفاح ناشف الغلاقة ناشفة ونسدو على القرعة دينا سوف نضغطوه في شي بلاسة تكون مظلمة مثلا تحت شي تحت البلاكر ديال كوزينة ولا شي بلاسة اللي تكون مظلمة إلا ما عندكمش بلاسة مظلمة عدت هزو واحد يزيف كحل وتلويوا على القرعة وديرو ليها تعقدو هاكا بشي خيت مهم تكون بلاسة مظلمة عندنا نسبال هاد الخلي ديال التفاح نسبال هنا هاهو انا خليته تقريبان طلت شهور ثلت شهور ولا شهرين ما فقدش اقلع المهم انتو ما من اللي تفوت شهر بقى تلو علي خصي يكون الشكل ديالو بحال هاكا بحال هاكا شفتو معايا شوفو بزيان ارى ما خمرش اللي يتفاه غير اللون ديالو ولا اكحل صافي ولا اكحل هاكا كاما زي ما وش اخمار ولا في ذيك البيوض الخضورية ديالو البكتيريو والو نحن التفاح ولا اللون ديالو هاكا كحل صافي اذا ها هو شفتو معايا اذا هاد خليتو ما بقيش عقلو الشهرين ولا طلت شهور حتى تقدلي هاكا اذا هادي هي الطريقة ديال خل التفاح نعود النصائح تكون القرعه ناشفه تفاح ناشفه الغلاقه ناشفه كنسدو عليه ونحطوه في شي بلاصة اللي تكون مضلمة شهر شهرين بقى طلو عليه مش نطلو عليه نحلو الغلاقه الا يعني بقى نطلو عليه واش ولش شكل ديالو بحال هاكا شفتو معايا دانها دخل التفاح مركز بزيان يعني مجهد مركز يعني مجهد صنع منزلي دانها هو كما وريتو لكم في الول ديالفيديو شفتو معايا هذا صنع منزلي هذا ما صفيتوش يمكن لكم تخطو شتوب ديالحياتي ولا شي صفايا وتصفي اذا دا باقينا الطريقة ديالصنع خل التفاح غادي ندوزوا الوصفات اللي مكلينا نستعملوا بها خل التفاح اولا بعد اول نصيحة خل التفاح ما كنستعملوش بوحدو هكا حيث هو مركز تركيز ديالو عالي بزاف اذا شنو كنديرو ضروري كنخفوه بالماء مثلا استعملتي معلقة ديالخل التفاح زيد لها معلقة دياللماء استعملتي نصف كاس ديالخل التفاح استعمل معاها نصف كاس دياللماء ما الاحسن يكون الماء الماء المعديني صافي؟ استعملتي مثلا كاس ديالخل التفاح استعمل معاها كاس دياللماء اذا نفس الكمية ديالخل نفس الكمية دياللماء ضروري يكون مخفف حيث إلا استعملتوها كبعدة مباشرة قبل ما تخفوه يمكن يحرق لكم الفروات ديالالشعار يحرق لكم الزغبات ديالالشعار وبالنسبة للوجه يحرق لكم الوجه بزاف ضروري انكم تخفو خل تفاح تنخفوه بالماء اذا اول وصفة اللي ممكن اللي نعطي لكم هي الوصفة ديال الشعر بالنسبة للناس اللي فيهم القشرة في الشعر هم دهني بزاف اذا شنو كنديرو من بعد ما نغسله شعرنا مثلا كنغسله شامبون ديالنا وكل شي كنغسله ونشلله كنهزو كاس ديال خلط تفاح يك وكنهزو كاس ديال الماء اذا كنخلطو كاس ديال خلط تفاح مع كاس ديال الماء صافي وكنشلله بشعرنا اذا شي من بعد ما نغسلنا شعرنا كنشلله بشعرنا كنخلله مثلا 1-4 ساعة للشعر صافي من بعد كنشلله عادي مشي نشلل شعري بخلط تفاحه نخليه الا كنخليه شعري 1-4 ساعة صافي من بعد كنحيي نشلله نشلل شعري عادي هذي هي الوصفة الاولى بالنسبة افوال الوصفة الثانية بالنسبة الناس اللي كيتعرضوا الاشياء الشمس بزاف وكتحرقوهم الشمس شنو كنديرو كنهزو واحد المعيلقة ديال خلطو فاح كنخلطوها مع معيلقة ديال الماء يك وكنهزو واحد شوية ديال القطن وكندوزو على البشرة ديالنا كنفزقو تاك القطن وندوزو كامل القطن على البشرة ديالنا بحركة دائري هكا اذا نخليه واحد 5 دقيق ولا 10 دقيق من بعد كننغسل الوجه ديالي عادي كننغسلو بالماء يكون عادي طيب ما يكون سخون بزاف انا من الاحسن تغسلو جاكم بالماء البارد انا كننغسلو جاكم بالماء البارد اذا هذه هي الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الثالثة بالنسبة للناس اللي عندهم الهالات السوداء تحت العين ديالهم نفس الشيء عادي تزو معيلقة ديال الخلطة مع معيلقة ديال الماء وغادي تخلطوهم وعادي تزو شوية ديال القطن وتسبل اللي ذاك اللقطن بذاك الخاليط سوف تبقى ديوزو تحت الهالات السوداء مدة 10 دقائق ديوزو مثلا ديروا واحد طبقه اللوله من اللي تنشف تعودوا لها الطبقه الثانية هيك مدة 10 ديال الدقائق هذا يساعد على التخلص من الهالات السوداء دا النصيحة بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية ضروري اي وصفة ماشي خلطة او لا اشي وصفة اخرى جميع الوصفة قبل ما تجربهم على وجهك كامل كتاخد مثلا هنا دقن مثلا هنا تحت الفم ديالنا كنجربوا شوية في ديك الخلطة والذيك الوصفة تنجربوا على المنطقة إلا كان هناك حساسية غادي تبقى ما كانش حساسية ديكسا يقدر نستعمل الوصفة او لا الخليط على الوجه ديالي ضروري دائما اي وصفة او لا اي حاجة ضروري ما تطبقوها او لا تدر على واحد واحد الجزء في الوجه ديالنا حتى نشوفوك ما تكون اشي حساسية ولا شعر عاد من بعد ديكسا يمكن لنا نطبقوه الوصفة على الوجه ديالنا إذا حبيباتي لاعجبكم الفيديو دعمونا بلايك واشتراك للقناة باش يوصلكم اي جديد اي فيديو كنحط لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة